مع تواصل تأثير المنخفض الجوي والذي حمل معه أمطار الخير التي هطلت بغزارة شهدت محافظة جنين هطول أمطار بمعدلات جيدة بعثت تأروح الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين وخاصة المزارعين الذين استبشروا بموسم زراعي جيد الموسم المطري في المحافظة جنين صحيح هو موسم الآن أصبح موسم مبشر خصوصا بعد المنخفض اللي موجودين فيه حاليا لسيما أنه كسر حالة الجفاف اللي ممكن أن تكون متوقعة في هاي الفترة ومعدل سقوط الأمطار كان برضو معدل جيد بما يتناسب مع المنطقة نتأمل أنه يكون موسم ممتظم وموزع توزيع جيد على المناطق كل منطقة حسب كمية الأمطار اللي بتغطل فيها عشرون بالمئة أو ما يزيد كمية الأمطار التي هطلت على محافظة جنين حتى اليوم وهو ما يعود بالفائدة على المحاصيل الشتوية الحمد لله يعني هذا الشتوي هاليومين اللي فاتين يعني عدلت الموسم بشكل كثير كويس والحمد لله يعني أنقضت الموسم عندنا بطريقة كثير كويسة وإلا كان الناس كلها كلبة المزروعات وغيرت كل المزروعات اللي كانت زارعتها لأنه تقريبا كان الصرصور صار ميقلها كان صار النبت صفرة وما فيش ولا أي شي يرويع وتعد محافظة جنين واحدة من المناطق التي تشتهر بالزراعات الشتوية حيث تنتج ما يكفيها من هذه الزراعات وهي أيضا وجهة التجار وأصحاب محل الخضروات من باقي المحافظات يأمل المزارعون أن يكون هذا الموسم المطري بشائر خير جيد لموسم زراعي وفير وأن تستمر الأمطار في الهطول ليعم الخير على الجميع من محافظة جنين أمن بلالو تلفزيون فلسطين